البداية بس احب اعتذر ان الفيديو ده هو الوحيد اللي هينزل النهاردة بقى الفيديوهات وبالاخص يعني كينجدوم اللي هو المفروض أسا نازل قبله وان بيس المفروض انه كان ينزل قبله ولكن معلش يعني لظرفين المفروض انه واحد حلو واحد وحش الوحش غالبا ممكن يكون معظمكم عارفوا اللي هو اول كوبيرايت للقناة للأسف ان شاء الله الموضوع يتحل وياريت لو فيه اي حد عنده اي طريقة ممكن الموضوع يتحل بيها انا بالفعل اتواصلت مع الجهة اللي هي عملت الكوبيرايت وان شاء الله الموضوع يتحل ولكن لو حد عارف طريقة ممكن الموضوع يتحل بيها ياريت يولي تحت في التعليقات والحاجة الكويسة هي حاجة حصلت بالليل ولكنها برضو لغبطت احداث اليوم يعني اليوم النهاردة كان متشالب فعشان كده ما طلعتش غير بحاجة عن فيديو واحد ولكن ان شاء الله الفيديوهين المنتظرين جوجوتسو و كينجدوم ان شاء الله الاتنين بكرة سلام عليكم امر والنهاردة هنتكلم عن الفصل تسعمية تسع وتسعين من مانجا ومبيس رقم غريب و انا عارف ان انا ستضعطوكم الرجل في الاول ده فاخلينا نبدأ على طول من ظهر اس في اللحظة ديت فهو بالفعل ما كانش منضم للليحية البيضاء ومعنى كده ان هو قعد معاس انا واحدة بس لان زي ما قلنا في الفيديو اللي فات المفروض ان هو اللحظة ديت موجود في دولة وانو من ثلاث سنين لان عمر تمى كان خمسة ودلوقتي وتمانية ولكن لو كنا هنستغرب من كم اللي هو عمله مع اللحية في سنة واحدة فبالضروري لازم نستغرب من اللي لوفي عمله فقال من كده المفروض ان يرجح ان المدة اللي لوفي قعدها لحد قبل السنتين بالظبط كان تقريبا اربع شهور من ساعة لما قابل نامي لحد اللحظة اللي مات فيها ايس ومن المرجح ان هو ده هو اللي سيء في الجانب ده في جانب كشف المدة اللي احنا بنعديها في الاحداث من الغريب بصراحة ان انا مفكرتش ان ايس ممكن يتواجه مع يامته ولكن التوقع بان كايدو اللي معاه مش موجودين طلع صح ودي حاجة بدي هي يعني بصراح ولكن الجانب اللي برز من يامته واللي ايس لحظه بالاخص من المعاملة او من الاصفال اللي هي باين ان معاملة ابوها لها حاجة قاسية حتى معرضت فعلها ساعة لما سامعوا ان كايدو ابوها دي حاجة رجعت ايس لذاته للماضي بتاعه ساعة لما كان بيسمع اسم روجر وبيتقال عليه الشيطان وان هو لو كان لي ابن كان هيكون ابن الشيطان وفكرة ان ايس هو اللي يحررها من الاغلال او من القيود اللي تحطت فعلها ولكن المرة دي يعني بطريقة صحة مش زيل او ساخل عندنا محرين للمرأة جسدك جسدك نقطة نقدر نعتبرها جيدة جدا لكون ان ايس هو مر بالمرحلة ديت وتقدر ان هو يتجاوزها مع اخوات وتجاوزها اكتر مع المستقبل ساعة لما ليه اب بالفعل اللي هو اللحية البيضة والقتال اللي حصل برضو فيه تأكيد على مدى القوة اللي وصل لها ايس من ثلاث سنين او نقدر نقول ان القتال اللي حصل كان فيه مدية جديدة جدا ما بينهم يامتو بالتأكيد من اللحظة اللي شافت فيها اودن بيعدم وللافعال اللي ابوها بيعملها فيها ولكرهاها لأفعال ابوها باللي بيعمله في اهلوانه ولان هي شايفة ان مجموعة ايس بتحرر المجموعة اللي ابوها مستعبدها عنده دي كلها حاجات غيرت يامتو بالتدريج للحظة اللي هي مش هتتوحش عشان تواجه ايس لان هي مدركة ان هو بيعمل حاجة طيبة هي على العكس هتحب ان هي تنضم لي هتحب ان هي تخرج برا الاغلال اللي هي موجودة فيها دي تتروح مع البحر واللي عمله يسويامته بالتدمير بتاع التمثال بتاع التنين هي الحاجة اللي نقدر نقول ان كايدو كان حقد عليها لان ده في تلويث لسمعته في تلويث لاسمه شخص دخل الارض بتاعته وقدر ان هو يخرج عادي هو ده السبب بتاع ذهاب كايدو لحرب المارينفورد عشان هو عايز يقتل الغر ده ولكن برضو بالتأكيد لجانب ان هو عايز يكون مع اللحية البيضاء او بمعنى ده هو عايز يكون موجود في الحرب العظمة اللي هو شايف ان هي بتحصل ده واللي هو من الواضح ان هو عايز يعملها مرة كمان ولكن اتمنى برضو ان دي تكون حاجة من الحاجة اللي ممكن تكشف في الفصل الالف يا عم وده احنا عايزين كل حاجة فون بيس تكشف في الفصل ده ولكن كايدو مراحش الايس قبل كده ليه يعني مراحش عشان يواجهوا ليه لانه كان منضم مع اللحية البيضاء تخيل كده تروح على السفينة بتاعت اللحية البيضاء يروح يقول له معليش بس انا عايز هبنك ده معلي هدي له رصاصتين وهتكل على اللحية كده ولو مجموعة كبيرة من السوبر نوفا من الواضح ان هم موجودين من قبل ما لوفي كان يبقى موجود وده بيأكد على الجملة اللي قالها ايس ان لوفي ساعة لما هيخرج البحر هيعمل ضجة وبلبلة ضخمة جدا لان هو يعتبر قعد مدة قليلة جدا بالنسبة له لوفي يعتبر زي ما قولنا قعد في البحر قبل السنتين اربع شهور تقريبا بالكثير او ممكن نص سنة ويمكن عشان كده لوفي في عيون القراصنة الكبار او القدماء في البحر يعد غير لان هو ما تكملش في البحر يعتبر اكتر من سنة معادة يعني نقطة السنتين اللي انا ممكن نتجاوز عنها لان هو يعتبر ما كانش موجود في البحر وكان بيتضر ولكن التطور اللي حصل لولوفي في الوقت اللي كان فيه في عالم القراصنة مش في التدريب بيوضح ان التدريب اللي هو اخده في السنتين ده هو هينقله نقلة نوعية واحنا لسه يعتبر ما شفناش حاجات كتير من عند لوفي لان لو كان هو ده التطور اللي هو اقدر ان هو يوصله مع الحروب اللي هو اخدها في عالم القراصنة فما بالك لو اقدر ان هو يتدرب بشكل مكثف تحت ايد شخصية تيلة زي ريلي بالاخص كمان ان هو في عالم القراصنة اقدر ان هو يطور بشكل كبير الجير فورث زي ما انا ما شوفنا فبقى الهدف من التدريب ده هو ثقل المهارات اللي هو تعلمها منه في المعارك المميتة اللي هو هيخدها وده اللي حصل بالفعل خلال سنوات الجملة اللي هنا اللي نعرفه زي ما قلت من شوية ان ايس قابل تمى من ثلاث سنين فيبقى المفروض ان هو لوفي خرج لعالم القراصنة بعدي بشوية فيبقى الغالبا الجملة دي هي اللي فيها خطأ او ان ايس ما كانش يعرف ان لوفي هيخرج في نفس السن اللي هو خرج فيه اللي هو 17 سنة ودي حاجة مستبعدة لكون اللي لوفي دايما كان بيصرح ان هو يخرج في نفس السن اللي ايس خرج فيه للبحث الصورتين الصغيرين دول بيوضحوا ان تقريبا فاكهة ماركو نقدر نعتبرها ان هي لوجيا او يمكن اقوى ولكن جسده ممكن ان هو يتلمس بشكل طبيعي على العكس من اللوجيا لان هو زون اسطورية ولكن الفرق هنا ان هي اقوى من اللوجيا في نوطة ان هو قادر ان هو يتجدد بشكل لحظي السيف مخترق لجم جمته وفيه الصورة التانية المفروض ان الهجمة بتاعت كوين يعني هي طيارة رعب ولكن نيران العنقاء بتعالجها بشكل فوري وده بيأكد مرة كمان زي ما قلت قبل كده ان الهجمة اللي طلقاها ماركو من جارب كانت لجمة استثنائية لان اللجمة ديت هي الوحيدة اللي ماركو كان حاطت لها ضماضة مع انه كان في حرب عظمة وبرضو لازم نكون منصفين لأكاينه لان ماركو بالتجدد اللي هو كان موجود عنده وكان لازال بيعاني ضد الحمام بتاعته صاحب منصب القائد الثاني على حسب ما انا مفاكر كان اود ان هو صاحب المركز ده وهو الشخص المقصود بالحديث عن الانتقام له وخلافه رفض اللحية البيضاء هنا هو السبب في عدم ذهاب اس للانتقام من كايده مع انه ساعة لما تيتش خان الطاقم هو راح اللحية البيضاء نظر نقول انه ممنعوش بالشكل الكافي اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي او اس تجرأ وخالف امر اللحية البيضاء وذهب ورتيج فا ايه الفرق يعني هنا؟ الفرق ان تيتش خان وهو لسه عايش وهو كسر قانون على سفينة اللحية البيضاء اللي اس مقدر ليه بشكل كبير لان هو ليه في الجانب بتاع الاب اللي هو كان مفتقد طوال حياته حتى ملقيهوش مع جرب لان جرب كان معظم الوقت مش موجود معه انه مع اودن وان كانت قصته مؤلمة على ايس وان هو عايز ينتقم ليه ولكن هو ما شافوش هو ما عاش معه زي ما عاش مع تاتش اللي قتلوتيش لم نعرف الا بعدها بعدة سنوات وده اتنقدر نعتبرها نقطة منطقية ليكون الاسرار او التكتم على الاخبار اللي احنا عارفينه من قبل كده اللي هو موجود في دولة وان الاخبار اللي هي حتى مخفية عن الحكومة ذات نفسها واللحية بالفعل هو محترم للقرار بتاع اودن اللي هو اخذ زي ان هو مش شايف ان الانتقام اللي هو هيعمله من كايدو هيرجع اودن وده ممكن يكون سبب بالاخص ان الدخول لحد دوان وموجهة عدوه هو عارف ان هو مش سهل هيكون مكلف لحياة ابنائه على العكس من فكرة ان هو عايز يروح ينقذ ايس لان ايس لسه حي يرزق من الممكن احنا نرجعه بالاخص كمان بعد معرفنا القدرة اللي هي في نهاية الفصل ده اللي هي موجودة عند كايدو وهي ممكن توضح ان قدرة التصلب بتاع الجسد ديت هي من جسد ذات نفسه ومش من الفاكهة او لا ولكن هنيجي للنوطة ديت ساعة لما نتكلم عن اخر الفصل ولكن هل من الممكن ان الاخبار اللي وصلت للليحية البيضاء كان معها برضو خبر النبوئة اللي قالتها توكي او من الممكن ان هو يكون عارف بامر النبوئة ده من حد من طاقم روجر سمعها مثلا من ساعة لما كنا عند عرفة اليوجين وساعتها يكون فعل اودن وقرروا بان هو يموت نفسه في الغلايا هيكون امر منطقي اكتر واللي هي لسه لحد الوقت مجرد نظريات ولكن اللي ممكن يأكد على النوطة ديت ان ماركو مش شايف نفسه ان هو اللي هيقتل او عايز يقتل كايد او عايز يواجهه لان هو مش المخول بها زيمة كايدو وهو عارف حاجة زي كده لان هو عارف بامر النبوئة زي ان هو حاطت امله كله على الجيل الجديد الخطة اللي وضعتها تماما من الواضح ان هي بتخطط ان هي تخلي بالفعل اتباع كايدو يأكلوا الدنجو بتاعتها عشان هي تقدر ان هي تتحكم فيهم ويحصل مع القدرات بتاعت نامي وهي ان هي تقدر تخلي الكرة ديت ففقاعات هواية وتقدر ان هي تطيرها واسوب يقدر ببساطة بشكل كبير جدا ان هو يقذفها بشكل سريع داخل افواه ولكن اللي اتمنى ان الامر ده يكون كام مخطط له او كام مدرج في الخطة او في حد خطط له مسبقا ما يكونش امر عشوائي وما يكونش دخول الشخصية ديت بكده وخلاص ويكون اهلوان يعني ان دفعوا ده جايين كلهم في مجموعة منهم قدرت ان هي توصل قبل ما الجزيرة مطير او ايا كان لان بصراحة انا مش شايف ان الشخصية ديت بضعفها وان هي طفلة ودخلها اللي هو مجرد حظ وان القدرة بتاعتها يعني موجودة معانا كده هتكون يعني هي السبب في تغير جذري في مجرى الحرب كلها الحرب العظمة دي حرب مع اثنين يونكو تتغير بسبب طفلة بشكل غير مخطط لي بسبب الحظ امر ضعيف لحد دلوقتي دي حقية جديدة بنتعرف فيها على يمته واللي هي معرفتها عن الدي دي نقطة غريبة ما كشفتش قبل كده او من الممكن ان هي معروفة وكايد وزن نفسه عارفها ومن الممكن ان هو دي يكون الحاجة اللي هتكشف في الفصل الالف معناه او سر دي واعتمنى يعني يكون هو ده السبب او في حاجة كبيرة هتكشف فيه سر ضخل واعتمنى يعني يكون التابعات بعد الفصل ده ان احنا نبدأ نكشف بقى الاسرار ما نعودش نخبي اكتر او نكشف سر يخرج لنا اسرار تانية التنازع على روبين ودية نقطة احنا عارفين ان هي هتحصل من قبل كده ولكن الغريب في الحوار اللي قصل ما بنبيج ما مو كايدو ان هي معلقيتش على امر الجرح اللي هو من الواضح ان هو لسه بيقطر شوية الدماء واللي هو من الواضح التأثير يعني او المكان بتاعه بتاع اودن وكأن هي شافت الامر ده قبل كده او هي عارفة ان هو من الممكن ان هو يجرح عادي يعني من الممكن ان هو الجرح عادي في الجاد فالي ومن الممكن ان هو كان يكون على وشك الموت كمان وفاكهتها اللي هي عطيته ليه هدية هي اللي انقذته وساعتها هيكون الامر اكثر واقعية لان الدين مدى الحياة لان مجرد اعطاء الفاكهة وهو عنده قدرة هائلة اللي هي التصلب الخارق ده اللي هو بيخليه ما يدرش اي حد ان هو يصيبه مش هتكون منطقية يعني مع القوة بس يعني ان هي قدته قوة كبيرة على القوة الكبيرة بها كانت موجودة عنده وامر اعطاء الفاكهة مش هيكون امر ضخم وجلل بالنسبة لكايده الا لو كان كايده من غير الفاكهة هيكون اضعف بشكل منحوظ بفارق او يعني نظر نعتبرها شخصية من الممكنية الجرح ومن الممكن هزمها وفكرة انها تكون مش فاكهة تنين دي حاجة صادمة بالفعل ولكن يعني من اسماء القدرات ومن التلمحات اللي كانت على الفاكهة ومن حيث حتى شكل الضربات اللي احنا شفناها فالتلمحات كلها كانت بتقول ان هي فاكهة تنين فمش عارف تمشي سمك سمك ديت ولا لا ولكن ان شاء الله نقول ان يكون في توضيح قبل سنتين من دلوقتي على الهل يعني نيجي الفاكهة كايدو وامر ان هي مش تنين فهل النوطة ديت بتشيل فكرة ان الفاكهة هي اللي اضافت لكايدو نوطة التسلب غالبا لا لان كلام البيجموم ان فاكهة سمك سمك ديت هي فاكهة اسطورية زيها زي فاكهة العنقاء اللي هي حاجة مش موجودة في الطبيعة وده برضو كان بينطبق على التنين لو ما كانش موجود قبل كده فبقى بالفعل القدرات اللي اكتسبهاها كايدو ديت كانت بالفعل بسبب الفاكهة وان هو لما كان في الجاد فالي كان على وشك ان هو يموت ولكن الفاكهة انقذته بسبب قدرة التشافي اللي هي موجودة عنده واللي هي بتخليه لو كان في حالة يرثله شبيهة كده بفاكهة العنقاء بتتخليه يرجع للوضع الطبيعي او قادرة ان هي تشفي الجراح بتاعته لان ده هيكون سبب واقعي ومنطقي لدين لمدى الحياة ولكن لازم يكون فيه سر تاني سر في كايدو بالاخص اللي يخلي البيجمام تطلق عليه لقب الشيء مش البشري او الوحش او اي ان كان وكأنه اجري عليه تجربة او هو عبارة عن تجربة حصلت في الماضي بودنج الكريهة بالعين الثالثة اتوضح ان البيجمام بالفعل مخططة لكل حاجة عشان تقدر ان هي توصل للوان بيس ولكن الغريب في الموضوع ده ان احنا ما شفناه الشخصيات من النوع ده قبل كده او اللي هي عندها عين ثالثة النقطة ديات مش غريبة لكون ان لو فيه عرق او نوع من الشخصيات قادر ان هو يوصل للتاريخ القديم فبالتأكيد حكومة العالم هتمحيه من الوجود زي ما عملت مع سكان قرارة قبل كده واللي هو بالتأكيد كل العرق اللي زو اعين الثلاثة لو كانوا قادرين انهم يقرؤوا اللغة القديمة فبالتأكيد تم محوهم وبودنج من الممكن انها تكون الوحيدة اللي لسه موجودة النقطة ديات بتعزز لفكرة ان البيجمام بتجمع كل العراق موجودة عندها عشان تخليهم كلهم يبقوا موجودين حواريها في اليوتوبيا اللي عايزة تصنعها وبس ده كان كل اللي كان احندي في الفيديو النهاردة لايك شير سبسكراب شكرا على المشاهدة سلام